لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة علمنا صلى الله عليه وسلم درساً للأبد لقيام الساعة نتعلم منه دائماً حطينه قدامنا كده دائماً لما بنزكر الرحمة في خطبنا أو في درسنا أو في حياتنا دائماً بنفتكر الدرس دائماً درس الرحمة لما سيدنا النبي وجدهم أمامه وجد قريش التي طالما أزت وطالما حاربوا وطالما كذا وكذا لكنه صلى الله عليه وسلم وهم في قبضة يده قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم رأيكم بأنتم النهاردة في إيديهم معي عشرة ألف مقاتل قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فأصدر لهم النبي صلى الله عليه وسلم عفواً شاملاً وتخيل العفو يجي بعدين يجي بعدما قاتل بعض الصحابة وقاتل أول شهيدة في الإسلام السيدة سمية وزوجها ياسر وأزو عمر وخباب وبلال بن رباح وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوزي وأدمية قدمي وكذا وكذا ولكنه صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة الرحمة في شهر الرحمة يعلمهم الرحمة يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء الراحمون ارحموا الرحمون ارحموا الرحمن اذهبوا فأنتم الطلقاء هذا عفو صريح وذا أكثر درسي بنتعلمه في ذكرى فتح مكة صلوات ربي وتسليماته على حبيبه الرحمة المهدى كان لأبو سفيان أيضاً قصة وحكاية في فتح مكة ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن آه جميل من باب الرحمة تمام بالضبط كده يا ده من دلائل الرحمة في هذا الفتح إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لهم الأمان قال من دخل من أغلق عليه بابه فهو آمن أو من أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل بيت أبو سفيان فهو آمن ومن دخل كذا فهو آمن أعطاهم الأمان صلى الله عليه وسلم والأمان طبعا أعظم نعمة يعيش فيها الناس